كابتن حشيش خليني أبدأ مع حضرتك النهاردة بمباراة النادي الأهلي والمقاولين العرب يعني أنا وجهة نظري معرفش وجهة نظر حضرتك إيه في هذا الأمر ولكن وجهة نظري إلعب زي ما تلعب مع حدش يقولي ملعب مع حدش يقولي لعيبة مع حدش يقولي تعبنين مع حدش يقولي مش عارف إيه مهم أن أنا خدت ثلاثة في مثل هذه المباراة يعني أنا لن أنظر إلى الأداء صحيح لأننا الحقيقة وحضرتك كنت نجم كبير وعارف أنه لما بيبقى بتلعب مباراة يوم الثلاث بعدين مسافر تلعب مباراة بعدها يوم السبت اللي بعده على طول ومسافر فين؟ مسافر جنوب إفريقيا مسافة إيه مسافة إيه؟ في نفس الوقت المباراة قد تعتبر المباراة الأهم في مجموعة اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في أفريقيا صحيح وبالتالي لازم تاخد جزء ولو كبير صحيح من تفكيرك أو من حيث تفكيرك؟ ودي كانت صعوبة مباراة النهاردة إنها بين مباراة اللي فاتت والمباراة اللي جاية وقت قليل زم أنت بتقول لعيبة طبعا يعني مجهدة عصبيا وبدنيا نظرا للأحداث ونظرا حضرتك ومجموعة المحللين دايما اللي بيبقوا موجودين معنا دايما كنتوا بتحذروا من قبل كاس العالم طبعا من اللي هيحصل اليومين دول طبعا وفعلا وفعلا ده اللي حصل لأنه زي بقولك إجهاد عصبي لأن الناس يعني لازم تعرف أن اللعيب مش حتة البدنية بس هي اللي بتجهده ناحية العصبية والضغوطات كمان وخصوصا لما تبقى النتائج خلال بطولة إفريقيا بالتحديد يعني اتصعبت على النادي الأهل نتيجة للمباراة الأولينية البدايات الأولينية فصعبنا برضو الأمور يعني أنت لو مرايح مثلا في النتائج تحس إنك برضو ايه مستريح شوية الضغط العصبي مش كامل عليك إنما أنت بتتكلم طبعا مع نتائج الفرقة الأخرى مع موقعك في الترتيب مع صعوبة المباراة صفر زي ما نقول كبير قوي هبنلعب بالساعة ثلاثة في الوقت الحر اللي احنا ما محبش نلعب فيه كل ده طبعا لازم يعني يضغط على اللعيبة لازم نعرف أن المنافسة الحقيقة في المجموعة دي هو سانداونز عايز برضو والهلال النهاردة كمان طبعا بعد المكسب طبعا القطن الكاميروني وصوله للنقطة السابعة يعني يعني ده ماكش أكتر يعني لازم تفكر في مباراة يوم السابت بشكل من يقوم في المال إنها مباراة مباراة مصرية لحاجات كتيرة جدا جدا طبعا مفتاح للصعود والتكملة في نفس الوقت برضو للجيل ده من اللعيبة إنه هو يزبط ده قدام وتحدي وتحدي كبير وتحدي في كل حاجة هم قادرين يا كابتن كلهم طبعا طبعا زي ما قبل كده مروا بصعاب كتيرة جدا جدا وكنا وكنا برضو متأخرين في الترتيب نفس الشكل نفس الشكل بزرد عادل أو في هزيمة وفرق من السوداء يعني نفس شبه كده يعني فهو تحدي لازم يكون إن شاء الله اللعيبة قدها والجهاز الفني يكون قد التحدي مباراة محتاجة طبعا بص كل حاجة تعلمناها في الكرة لازم تطلعها في المباراة اللي جاية صحيح من تركيز ومن جدعانة ومن رجولة من روح النادي الأهلي ومن تكتيك ومن تأسيم المباراة كذا كذا دور اللعيبة الكبار في الفريق من أول بالزبط ما انتهت المباراة النهاردة لغاية ما حكم السفر أنا بيتعلي إن محدش كان بيفكر يعني إذا ما كانش التفكير واخد من أثناء المباراة ومن قبل المباراة مليون في المئة خلاص مباراة المقاولين خلصت الحمد لله شيل بقى من دماغك خالص الدوري وفكر في مباراة يوم السابت والحمد لله إن النهاردة إنك كسبت الزبط لأنك مهمة أول مكسب بدي معنويات وإنت مسافر غير أي نتيجة تانية والله يا كابتن أنا كمان برافو عليك لأنه أنا كمان من وجهة نظري إن نادي المقاولين بعد يعني أنا متابع جاية أنا بحب كابتن شوقي فبعد أتفرج على المطشاط الفرق اللي بيمسك فالكابتن شوقي عامل فرقة أنا بشوف إن هي كأنك بتلعب سانداون والله يا كابتن أنا ده نفس الألوان يعني الألوان قريبة كمان لا أفنيا كمان مقصودش كمان الألوان قريبة في اللعبة بلعب خمس أفارقة موجودين يعني كمس أفارقة كمان موجودين تحس إن الفرقة لا فرقة قوية كابتن شوقي عامل معها نتائج كويسة وعمل حقيقة فرقة كويسة عامل فرقة كويسة قوي وتنساش النهاردة برضو كان صعبات المطش إن المقاولين عايز يخش المربع الزهري عشان إفريقيا بعد كده فكانوا مستموتين طبعا لو عاملين مباراة رائعة بالظبط وطول عمر المقاولين العرب كمان حتى يعني النحية الدفاعية عنده قوية جدا كابتن شوقي زبطها مع كمان الحتة الهجومية باللعيبة الأفارقة والسرعات يعني النهاردة كان فيه سرعات في فرقة المقاولين العرب قدام ودي تعتبر تدريبة كويسة قوي للفريق بغض النظر أنه طبعا يعني كان فيه يعني بعد المطش أكيد فيه إجهاد كبير جدا لأن لعبة الأهلي بزلت برضو موجود كبير بس هي الحقيقة تجربة مفيدة جدا قبل المباراة القادمة وإن شاء الله تبقى فق الخير يعني المكسب النهاردة يكون فيه مكسب إن شاء الله لأن أعتقد أن النادي الأهلي أو لازم النادي الأهلي يحط في دماغه أن هو رايح يكسب